أعلنت وزارة الداخلية التونسية تفكيك خلية إرهابية تتكون من تسعة عناصر تنشط بولايات سوسا والقيروان وامنوبا وترتبط بتنظيم القائدة الإرهابي واضحت الوزارة في بان لها أن التحريات كشفت تواصل عناصر الخلية مع عناصر إرهابية متحصنة بالجبال كانوا يخططون للقيام بعملية إرهابية هذا وتم التحفظ على تلك العناصر لمواصلة التحقيق معهم